موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج كوشك الصحافة والذي نطالع فيه ابرز واهم ما قالته المواقع الاخبارية والصحف العربية الصادرة اليوم ونبدأ مطالعة المواقع الاخبارية اليمنية وتحديدا من موقع التغيير نتا والذي جاء في اخباره الرئيسية ضبط الاف الاسلحة مرسلة من ايران الى الحسين وقالت التفاصيل ضبطت سفينة تابعة للبحرية الاسترالية كمية كبيرة من الاسلحة التي يشتبه ان مصدرها من ايران كانت متجهة الى اليمن عن طريق الصومال حسب ما اعلنت السلطات الاسترالية وقالت البحرية الاسترالية ان احدى سفونها التي تقوم بدوريات في المنطقة اعترضت سفينة صيد صغيرة على بعد حوالي مئة وسبعين ميلا بحريا قبالة ساحل عمان عثرت السلطات على متنها على اكثر من الفي قطع من الاسلحة شملت اكثر من واحد فاصل تسعة الف رشاش ايكي سبعة واربعين ومئة من القذائف الصاروخية واضف الموقع وفقا لتقييم الولايات المتحدة ارسلت الاسلحة في البداية من ايران وكان متلقيها هم الحثيون في اليمن المتحدث باسم مزارة الدفاع الاسترالية قال لشبكة سي ان ان انه كان هناك ثمانية عشر شخصا من جنسيات مختلفة على متن السفينة ولم تتمكن السلطات من التأكد في البداية ما اذا كانت وثائق هوياتهم صحيحة واضف المتحدث بان السلطات تعتقد ان الاسلحة كانت متجهة الى الصومال استنادا الى مقابلات مع افراد الطاقم ولكن المعلومات اولية وقد تتغير مع التمرار التحقيق وسمح وسمح للطاقم بالرحيل بعد مصادرة السلطات للاسلحة وفقا للقانون البحري الدولي والى موقع الموقع والذي اهتم بالعديد من العنوين منها مسؤول امني يتحدث عن اسباب الانفلات الامن بعدا وسبل معرجته وقال المسؤول الامني للموقع ان من بين اسباب الفشال الامني عدم وجود استراتيجية امنية جادة وهو ما يظهر من خلال عدم انشاء جهاز امني مكون من افراد مجهزين وعلى قدر عال من الجهوزية خلال الفترة السابقة اي قبل التحرير مضيفا ان عدم استيعاب افراد المقاومة وتهيلهم بصورة سريعة كان له اسباب اثره في عدم استثباب الامن وادى الى تمكن الجماعات الارهابية من استقطاب عشرات الشباب وبالتالي ساهم في تزايد نشاطاتها مشيرا الى ان ذلك يأتي في ظل انعدام الخطط المالية والادارية التي تضمن ضم افراد المقاومة الشعبية بالسلكين الامني والعسكري بشكل سلس ومن عنوين الموقع مليشيات الحوثي تعدم اسرى حرب لديها في جبهة ميدي من كان يريد الحرب في اليمن يا سيد حسن تحت هذا العنوان كتب وزير الاعلام الاسباق علي احمد العمراني مخاطبا الامين العام لحزب الله حسن نصر الله وقال العمراني سيقول اليمنيون وربما السعوديون والمغاربة والاردنيون والسودانيون وحتى الامريكان من كان يريد الحرب في اليمن يا سمحة السيد عمل اليمنيون بحرص كبير ومعهم كل العالم بما في ذلك السعوديون والبريطانيون لتحاشي الحرب في اليمن وكانت مبادرة الخليج وآليتها التنفيذية وكانت حكومة الوفاق والرئيس الجديد وكان مؤتمر الحوار الوطني ونتائجه وكانت مسودة تستور لكن حلفاءك في اليمن يا سيد حسن ولو شئت خلينا نقول اولاد عمك مادم فيها حكاية الانتماء مرس الظلم والعدوان في كل مكان وقتلوا واجلوا اصحاب دماج ثم اشتاحوا عمران ومن بعدها احتلوا العاصمة صنعاء وهم يقتلون كل من يقف في طريقهم ومن ثم حاصروا الرئيس ورئيس الوزراء وخطفوا الدولة وجميع مؤسساتها وقصفوا عدن بالطيران ومن ثم اشتاحوها مع الحديدة واب وابيا وتعز والبيضاء بقوة سلاح والتقتيل بعض الطيبين قد ينسون سريعا وبعض السدج قد تنطل عليهم بلاغة الخطاب والتلاعب بالافاظ ودغدقة العواطف وقد يقولون شكرا سيد حسن اذا فانت تحب اليمن الى هذا الحد وبين دعاو التعاطف الزائث والحب القاتل الذي يدعيه امثال نصر الله من جهة وبين استهدار كثير من قادة اليمن وجشعهم الذي استمر طويلا اضافة الى خذلان اليمن الطويل وتجاهلها من قبل اشقائها تدفع اليمن الآن الثمن الغالي لكنها في غناء اكثر من اي شيء اخر الى تعاطف من هذا النوع الحسيني المحمدي القادم من حدود اسرائيل ومن مدينة قم والنجف ومن فوضى لبنان ومن على انقاض سوريا وخراب العراق والى موقع المصدر اونلاين والذي جاء في صفحته الرئيسية مصدر محلي الحسيون يقتحمون لواء العمالقة الموالد صالح في عمران ويتسلمون 11 جراجمة صواريخ وقال مسؤول محلي وشهود للمصدر اونلاين ان ميليشيات الحسي اقتحمت معسكر اللواء 29 ميكا المعروف باسم لواء العمالقة الموالد الرئيس السابق صالح والواقع في الجبل الاسود بمدرية حرف سفيان في محافظة عمران شمال اليمن مساء يوم الاثنين وذكرت المصادر ان ميليشيات الحسيين اقتحمت اللواء بعد حصار دام نحو اسبوعين للمعسكر اثر تكليفهم قائدا جديدا لللواء اضافة الى تجنيدهم لاعداد من اتباعهم ضمن القوى البشرية للمعسكر وقال المصدر اونلاين ان لواء العمالقة رغم ولائه لصالح ظل يمنع الحسيين من دخول المعسكر طوال الفترة الماضية ومن العنوين التي اوردها الموقع ذو قائد عسكري قضى بغارة خاطئة للتحالف يطالبون السلطات بكشف الحقيقة وقال بيان الاسرة لأسرة العميد احمد الابرة وهو ابرز من قتلوا في الغارة ان كثيرا من الاحاديث وصلتهم عن خلفيات الحادث لكنهم يتعاملون معها على انها شائعات مطالبة الرئيس عبد الرب منصر هادي ونائب القائد الاعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن الاحمر وقيادة الاركان كشف الحقائق للرأي العام محنة اليمن سلطة وقبيلة وعسكر تحت هذا العنوان كتب عبد الواسع الفاتكي مقاله في التغيير نتا وقال الكاتب تمثل الدولة في المجتمعات التي اخذت طريقها نحو التطور والاستقرار جهازا سياسيا قانونيا ينظم تلك المجتمعات ويضبط ايقاع صراعاتها السياسية بين قواه الاجتماعية والسياسية المختلفة بصورة حضارية وبأدوات قانونية بين ان الدولة في اليمن كانت وما زالت التي يدور حولها الصراع السياسي وهي ذاتها التي افتلعتها سلطة الاقلية العصبوية بتحارفها مع القبيلة والعسكر لتتحكم في الثروة والقوة لتسير الشعب اليمني وفقا لمصلحة اللوب المسيطر على مفاصل السلطة كما انها سعت جاهدة للحيلولة دون انتقال اليمن من الدولة العسكرية القبلية الشمولية الخاضعة لسيطرة الفرد والاسرة والمنطقة الى دولة المواطنة والديمقراطية التعددية دولة لكل مواطنيها اليمنيين في الشمال والجنوب لكن للأسف الشديد نجد انفسنا اليوم عائدين للمربع الاول الذي ناظرت من اجله القوى السياسية والاجتماعية الوطنية منذ خمسينيات وستينيات القرن المنصرم المتعلق بقضية بناء الدولة اليمنية المؤسسية الحديثة وليس هذا فحسب فامال اليمنيين في الخروج من دائرة التشدرم والتمزق للوحدة والشراكة ومن التخلف والحروب العبثية للتنمية والاستقرار ذهبت ادراج الرياح ويعز ذلك الاستبدال الاقلية المغتصبة للحكم الدولة بذاتها واختزالها بجيش وامن يخدمان مصالحها ويقمعان المعارضين السياسيين قاصرة دور الدولة في القهر خارج الدستور والقانون وضاربة عرض الحائط بوظائف الدولة المتسقة مع المفهوم السياسي الحديث لها المتعلقة بدعم اسس الاستقرار السياسي والاجتماعي وبالحفاظ على النظام العام وتماسك المجتمع ووسيلتها في ذلك ضرب التكوينات الاجتماعية والسياسية الوطنية واثارة الهويات اللاوطنية لتستقوي بها على المشاريع السياسية للدولة الديمقراطية المنشودة ينقل موقع يمن منتهر عن مركز اتلانتيك كاونسل للدراسات الاستراتيجية في واشنطن ان السعوديين والحثيين يتفقون على ازاحة الرئيس اليمنية السابقة من اي حل سياسي مرتقب واضف المركز في تحليل خاصة ان الحثيين يسعون الى استكشاف المستقبل بدون صالح ويشارك ممثلهم في المحادثات الجارية على مستوى متوسط مع السعوديين الذين يرون ان صالح لا يمكن ان يكون جزءا من مستقبل اليمن واشر المركز الى انه من الممكن ان نتصور ان يقدم الحثيين بعض الضمانات حول تحجيم علاقاتهم مع ايران والتي يعي السعوديون جيدا انها ليست متطورة بما يكفي في مقابل منحهم دورا في مستقبل اليمن ما بعد الحرب وتحدث المركز عن تحالف المخلوع صالح وميليشيا الحثي الذي قال ان الكثير من الغطرص والالتفاف المتبادل بين الحثيين وصالح يبدو ان كليهما يعتقد ان بامكانه الاستغداعا الاخر بكل سهولة بمجرد انتهاء الحملة التي تقودها السعودية مع عدم وجود علامات على حدوث ذلك قريبا قبل مطالعة اهم ما جاء في الصحف العربية الصادرة صباح اليوم نذهب الى فاصل قصير ثم نعود نعود الترحيب بكم مشاهدنا الكرام ونصحكم الان في جولة بين اهم ما قالته الصحف العربية الصادرة صباح اليوم والبداية من صحيفة القدس العربي والتي عنونت في احد عنوينها اليمن الهدوء يعمل جبهة العسكرية الحدودية مع السعودية ومساعن لاعادة المسار السياسي وذكرت العديد من المصادر ان هدوءا نسبيا شهدته الجبهة العسكرية الواقعة على الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية من جهة معقل الحثيين في محافظة صعدة شمالية اليمن في حين اعتبرته مصادر اخرى مؤشرا قويا على قرب نهاية الحرب في اليمن بين الميليشيا الحثية وصالح وبين القوات الحكومية واوضحت المصادر للقدس العربي ان الايام القليلة الماضية شهدت هدوءا نسبيا على الصعيد العسكري في المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية وارجعت ذلك الى مساع قوية لانهاء الحرب في اليمن عبر المسار السياسي وقالت للقدس العربي ان التحركات السياسية الراهنة التي يلعبها الحثيون وكذا اتباع صالح ربما تكون في اطار المساعي المتسارعة للخروج من الحرب الحالية باقل الخسائر ومحاولة الحصول على بعض الغنائم عبر الموافقة على وضع حد للحرب مقابل مكاسب ولو محدودة واوضحت الصحيفة ان دوائر صنع القرار لدى القوى الاقليمية والدولية شهدت تحركات دبلوماسية مكثفة خلال الايام القليلة الماضية واتجهت جميعها نحو الدفع بعملية السلام للامامة لوقف الحرب في اليمن في محاولة منها للابقاء على الحسيين واتباع صالح في المشهد السياسي القادم بعد ان تضع الحرب اوزارها هل يتعلم العرب الامل؟ تحت هذا العنوان كتب عبد الحميد اجماهيري مقاله في العربية الجديد عن الامل الذي فقده العرب وقال الكاتب المغربي ماذا يعني تعلم الامل؟ يعني اولا ان نتوقف على مبالاتنا وسلبيتنا ازاءه وهو ما يتضح في اننا اصبحنا نمارسه باعتقاد راسخ الامل ليس عربيا ولا شرق اوسطي اذ تضح من حجم القتلى ان الموت وحده قابل للتعلم ويستحق من المتابعة والحدب تعلم الامل يعني ايضا ان نجبر انفسنا على ان نفهم ما هو امل حقا وما هو غير ذلك ليس بتبخيص العدو والتبشير باننا على وشك ان نقضي على فصائل الذئاب الوحشية التي تطارد الشعوب في خرائط بلا معنى فيالق داعش في العراق والسوريا او فيالق الموت في الصحراء الكبرى وفي غرب الشرق الاوسط وافريقيا المحاذية للعرب الامل قد يعني ايضا بالنسبة للشعوب على الاقل ان تتوقف عن سذاجتها وان تحاول ان تفكر بان هذا الموقف الوجودي الذي نسميه الامل كمعرفة له تاريخه الثقافي والسياسي والنفسي والفلسفي المرسوم برتوشات على مقاس تاريخي وان يعلمنا اعداؤنا ليس معناه فقط بما يتقنونه من قتلنا بل ايضا بما يتقنونه من خوف الشعوب التي دخلته طيعة حد الورع الامل يقول الفيلسوف الفرنسي من ابعاد الكرامة الانسانية والذي قل ما ننتبه اليه بالمعنى الذي يعيدنا الى حريتنا والى مخاطرها والى احلامنا والى اوهامنا والى الحرية الممكنة لعواطفنا ايضا الامل هو ان تفكر نفسك ككائن حر مسؤول عن مستقبلك حتى ولو كان مستقبلا غير غامض علينا ان نستعيد الامل لا خيار لنا فنحن مثل الذين يقفون على عتبة الجحيم في كتاب دانتي نقرأ صباح مساء اتركوا اي امل انتم ايها الداخلون الدخول الى الجحيم هو ان تترك الامل عند العتبة والى صحيفة الخليج الامراتية والتي ركزت على التطورات السياسية وعنوانت مفاوضات ساخنة في صعدة وخطة لتحرير صنعاء بلا قتال ورجحت مصادر عسكرية وقبلية وسياسية مطلعة لصحيفة الخليج ان عملية تحرير العاصمة صدعاء ستتم عبر فرض طوق عسكري وقبلي تشارك في قوات مكثفة من الجيش الوطني وقبائل محيط صنعاء لاجبار الانقلابيين على تسليم العاصمة من دون قتال في الوقت الذي تجري فيه اتصالات مكثفة للعودة الى المفاوضات فيما اعلنت مصادر سعودية ويمنية امس الاثنين ان وفدن حوثي يتكون من كبار مشائخ وضباط دخلوا الى المملكة عبر منفذ علب الحدودي البري بين البلدين لاول مرة منذ استيلاء الحسيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر من العام 2014 وقال مراقبون هناك على ما يبدو فرصة في التوصل الى ارضية مشتركة في المحادثات الجارية وان هذه الارضية سوف تأتي على حساب استبعاد صالح من السياسة اليمنية وتضيف الصحيفة الاماراتية وعززت هذه الانباء مصادر محلية في محافظة السعادة اكدت وصول وفد قادم من السعودية الى احدى مديريات محافظة السعادة المحاذية للسعودية مشيرة الى دخول وفد خليجي برفقته عددا من الاسرى الحسيين الذين سلموهم الى وفد من محافظة السعادة بمديرية مجزى الحدودية مع المملكة والى صحيفة البيان والتي عنوانت في احد اخبارها مجلس التعاون يؤكد دعم جهود استيناف المشاورات السياسية وقالت التفاصيل اكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعم دوله لجهود المبعوث الاممي الى اليمن لترتيب عقد مشاورات بين الاطراف المعنية في اليمن وبحث الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني خلال اجتماعه في مقر الامان العامة في مدينة ارياض مع مبعوث الامين العام للامم المتحدة الى الجمهورية اليمنية اسماعيل ولد الشيخ احمد تطورات الوضاع في الجمهورية اليمنية والجهود التي يقوم بها المبعوث الاممي لاستيناف المشاورات السياسية بين الاطراف اليمنية لاعادة الامن والسلم الى اليمن وفق مرجعيات المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي رقم الفين ومائتين وستة عشر واعرب الامين العام عن دعم دول مجلس التعاون للجهود الذي يقوم بها المبعوث الاممي لترتيب عقد مشاورات بين الاطراف المعنية استكمالا للمشاورات التي عقدت في سويسرا في وقت سابق ومن عنوين الصحيفة ايضا الهلال الاحمر الاماراتي تعزز حضورها في تعز وقالت التفاصيل دشنت فرق هيئة الهلال الاحمر حملة انسانية لتوزيع عشرين الف طرد غذائي بقيمة خمسة ملايين وسبعمية وتسعة وخمسين الفا ومائتين واربع وستين درهما على الاهالي في محافظة تعز المحاصرة والى صحيفة الحياة والتي ركزت على العديد من الموضوعات المتعلقة بالشأن اليمني وعلقت مقتلى مدنيين واصابة اخرين في قصف حوثي على تعز وافد مصدر طبي بان عمليات القنص والقصف الذي تعرضت له عدد من احياء المدينة واريافها اسفر عن استشهاد مدنيان واصابة اثنين اخرين ووفقا لمصادر محلية تعرضت قرى جبل صبر لقصف مدفعيا وصاروخي مكثف من قبل الميليشيات المتمركزة في تلة سوفتيل شرق المدينة ما اسفر عن دمار كبير في الممتلكات وتعرضت كذلك قرى جبل حابشي والضباب جنوب غربي المدينة الى قصف مدفعيا مكثف من قبل الحثيين والى ذلك قالت مصادر في المقاومة الشعبية ان واحد وعشرين من ميليشيات الحثيين وصالح قتلوا في معارك حي الزهراء ووادي عيسى شرق المدينة ومدريتي الضباب وحيفان جنوب المدينة واضافت المصادر ان المواجهة اسفرت ايضا عن مقتل ثلاثة من المقاومة واصابة احدى عشر اخرين بهذا القدر مما اوردته الصحف العربية الصادرة اليوم نكون قد وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نترككم الان مع مجموعة من رسوم الكاركاتير الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة